اشتركوا في القناة يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذيب عنكم الرجس أهل البيت ويطيركم تطيرا واذكرن ما يتنا في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلانا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق وانتخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا والذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم مجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين وداع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكينا يا أيها الذين آمنوا إذا نكهتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أهللنا لك أزواجك التي آتيت وجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنا أن تقر وأعينون ولا يأزن ويرضين بما آتيتون كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدن بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء وقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إلاه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستعي منكم والله لا يستعي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم طهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكعوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبنائهن ولا نسائهن لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبنائهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسنيما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعدنهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأسواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابي بهن ذلك آدنا أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا منعونين أينما ثقفوا أخضوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجن لسنة الله تبدينا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعدنهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوهم في النار يقولون يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم نعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلئ لكم أعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشرقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظنوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويدوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذين هو ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى قل بلى وربين تأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنهم ثقال درة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أنبي جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شاء نخسف بهم الأرض أو نقسط إن شاء نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شاء نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معا والطيج وألنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريع غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديهم إذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذق من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب ودماثين وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر وتبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب أن لو كانوا يعلمون الغيب ما نبطوا في العذاب المهين لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جمتان عيمين وشمال كنوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سين العرم وبدلناهم بجنتين جنتين وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل فأعرضوا فأرسلنا عليهم سين العرم وبدلناهم بجنتين جنتين دواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا ثيان يالي وأياما آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فاجعلناهم حاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له علي من سلطان إلا لنعلم من يؤمن إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل دعوا الذين سعمتم من دون الله لا يملكون مثق عن دروة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ضير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله قل الله وإنا أو إياكن على هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتع بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفرون نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكمروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ونأل صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامتنا النار أو العذاب واجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمن صالحا فأولئك لهم جزاء ضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الوازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إيهاكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن بل كانوا يعبدون الجن أكثر بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرى ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا دتنا عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترا وقال الذين كفروا للعطنا ما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وقال الذين كفروا للعطنا ما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرانا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقضف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقدفون بالغيب من مكان بعيد وحين بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاع للملائكة رسلا أولي أجنعة مثنى أولي أجنعة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسن له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرونكم العياة الدنيا ولا يغرونكم من الله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عنيم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياء فتثير سحابا فسقناه إلى مند فسقناه إلى مند نيت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فإن من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من ننثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا منح أجاج ومن كل تأكلون لعما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النار ويولج النار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسنى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقنة لله لها لا يعمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تندر الذين يخشون ربا بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا اللموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسل بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بصود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتنون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعنانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم مجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير نصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلون يحلون فيها من أساور من ذاب ولؤلؤا ولباس فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا نار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالئا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه علم بذات الصدور هو الذي جعلك الخنائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتى ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل رأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا أروني ماذا خلقوا من الأرض أمنهم شرك في السماوات أما ديناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعض بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زانتا إذ نمسكهما من نحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالعيجاد أيمانهم لإن جاءهم نذير لإن جاءهم نذير ليكونون أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان آقمة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم يا عسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فيه إلى الأذقان فهم مقمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم من لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخش يروح مان بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين واضربنا مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثانث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من نقص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون صدق الله العظيم اللقاء confronting يا أطفال يا أطفال وأتبعوا من الاشتراك في الك 비슷 والمضون Ek Thiago